بسم الله الرحمن الرحيم هنتنقل لجزء جديد اسمه temperature تحت طبعا measurements temperature لازم اول حاجة نعرفها ان ال SI unit للTemperature هي الكالفن لان ممكن يجي لي سؤال يقول SI unit للكالفن هي Fahrenheit ولا Celsius degree ولا Kelvin يبقى هنا عرفنا ان ال SI unit هي بالكالفن طيب تعالوا شو بقى التلات وحدات اللي بنقس بيهم temperature اول حاجة عشان نعرفها ان احنا عشان نقيسة temperature التمبراتير يام تكون بالفارنهيت او تكون بالسلسلسل ديجري او تكون بالكالفن لابد ان انا اعرف ازاي احمل بين التلاتة دول كل واحد والتام لكن قبل ما نشوف التحولات تعال بص لجزء اللي فوق ده شايفيني جزء اللي فوق ده تعالوا بصوله هنلاقي ان ينوض كل واحدة منهم بتبدأ بدرجة تعالوا شوف اول حاجة اللي انا نعرفها اول حاجة اللي انا نعرفها الدرجة الحرارة العادية اللي هي السلسل ديجري اللي هي زي الثرموميتر اللي احنا بنقس بي درجات الحرارة للجسم او نحط في السوبر ماركت عشان يجب درجة تجمد المجمدات او اي حاجة موجودة ونقس بي كمان درجة الغلية بتلاقي بيبدأ من 0 درجة التجمد وبنتهي ب100 اللي هو درجة الغلية في الفهرنهايت هنلاقي بيبدأ في نفس المكان ده نفس الخط ده او بيبدأ من ايه 32 فهرنهايت وبنتهي عند كام يبقى اي نوات ايه درجة التجمد في الفهرنهايت بتسوي كام 32 فهرنهايت ودرجة الغليان بتسوي كام 222 فهرنهايت طب الكلفن هنلاقي درجة التجمد عندها كام 273 كالفن ودرجة الغليان بتبقى 373 كالفن تعبقى نشوف التحولات اول حاجة لو عندي مثلا طالبي الكلفن مديني السلسس دي جري وبقول لي طلعها لي بالكلفن اعمل ايه اجمعها على 222 تطلع لي ايه الكلفن طيب لو مديني درجة فهرنهايت وعايز بيقول لي طلعها لي بالسلسس دي جري اعمل ايه بتسوي 5 على 9 واضربها افتح قوس احط هنا درجة الفهرنهايت واترحها من 32 تطلع لي درجة ايه السلسس دي جري طيب لو طالب من الدرجة بالفهرنهايت ومديني السلسس دي جري اعمل ايه افتح قوس اقسم 9 على 5 في درجة السلسس دي جري اللي مدهاني وقف القوس زائد كام 32 اللي هي 32 مهم جدا ان انا اعرف ازاي احول بين التلات وحدات دول تعال ناخد بعض الامثال زكرينا بعض الامثال على التحولات تعالوا نشوف اول حاجة بيقول لي ايه بقول لي convert for two سلسس دي جري حول ل 42 درجة سلوليزية الى كيلفن بسيطة هنجمعها على كام ايوه سامعكم 273 يبقى الرقم درجة سلوليزية اللي هي سلسس دي جري زائد 273 بيطلع لي كام بالكيلفن يبقى 315 كيلفن تعالوا نشوف سؤال تاني بقول لي convert 98.8 فهرنهايت ثو كيلفن أنا ما عنديش من الفهرنهايت للكيلفن لكن ممكن احول الفهرنهايت ده لإيه سلسس دي جري وبعد كده ما حول السلسس دي جري احول السلسس دي جري الى كيلفن صح؟ طب تعالوا نشوف السلسس دي جري بتسوي ايه 5 على 9 فهرنهايت نقص كام 32 صح؟ يبقى نحط هنا على الرقم فهرنهايت يطلع لي كام 37 سلسس دي جري اجمع الرقم ده على 272 يطلع لي كام كيلفن يبقى اذا كام سلسس دي جري 37 زي 272 يطلع لي كام بالكيلفن 310 كام كيلفن نخبرنا من الحاجات الصويرة تشوف سؤال تاني بقول لي which temperature is hotter مين فيهم اللي درجة حرارتها اعلى 17 سلسس دي جري ولا 58 فهرنهايت ها لازم نوحد الوحدان ياما نحول السلسس دي جري كله ياما نحول ايه لفهرنهايت طبعا نجرب كلا التحويلة دي انا لفهرنهايت هنحول ايه لفهرنهايت يبقى الفهرنهايت بيساوي ايه 9 على 5 في 17 اللي هي السلسس دي جري اقفل اللقوص ده كام 32 يطلع لي كام 62.6 اللي هو كام فهرنهايت يبقى ايزا دلوات يبين فيهم الاعلى 62.6 ولا 58 فهرنهايت يبقى ايزا كام يبقى 17 سلسس دي جري 17 سلسس دي جري بتسوي كام 62 هي لدرجته ايه اعلى من 50 فهرنهايت تعالوا نشوف حاجة اسمها accuracy and precision تعالوا نشوف نعرف اول حاجة accuracy بيقولي how close the measurement to the actual value القياسات القريبة من القيمة الفعلية يعني ايه نشوف فين القيمة الفعلية ونشوف ايه القياسات القريبة منها عشان نفهمها تعالوا نلعب لعبة اسمها giz my age هنلعب بقى شوية كنا نغال الجو هنفترض ان ايه عندي واحد عمره 38 سنة جبت الشخص ده وجبت ست اشخاص وصاده والطلوب خمنوه لعمر الرجل ده الست اشخاص ده كل واحد فيه بقى لرقم واحد اقل ان الرجل ده عمره 38 عام واحد اقل 42 واحد اقل 221 واحد اقل 27 واحد اقل 52 واحد اقل 19 من فيهم الرقم اللي يطابق القيمة الفعلية يطابق عمره 38 يبقى اذا 38 ده perfect number اللي هو accurate يبقى ده accuracy القيمة القريبة او close او مع القيمة الفعلية اللي هي كيام 38 طيب فيه حاجة تانية اسمها الprecision الprecision عبارة عن ايه بل how consistent a series of values are with each other قيمة تبقى قريبة ببعضها مش شرط تكون هي قريبة بالقيمة الاتش والقيمة الفعلية ها تعالي نعمل لقيمة جسم my age تقرب لي الفكرة جسم my age عند الرجل ده نفسه اللي عمره كان 38 سنة جبت اربع اشخاص عشان يخمنونه عمره الرجل ده كل واحد فيهم قال لي رقم واحد قال لي ان عمره 49 واحد قال لي ان عمره 50 واحد قال لي ان عمره 52 وان عمره 58 لا طبعا كلهم قال لي رقم بعيدة عن الرقم الفعلي لكن اللي بلاحظوا ان كلهم قريبين بعض يعني ازاي 49 50 52 50 50 قيم كلها قريبين بعضها لكن بعيدة عن القيمة الفعلية ده بيسمو برسجم مثل هيا قياسات قريبين بعضها لكن بتكون بعيدة عن الـ actual value إبادية برسجم طب تعالوا شو بقى ايه اجزامبل تاني الراجل ده اللي عمره 38 سنة جبت اربع اشخاص الاربع اشخاص دول قالوا لي اربع ارقام الارقام ده ثلاثا كده واحد قال لي 46 واحد قال لي 56 واحد قال لي ده عمره 13 واحد ايه قال لي 29 طبعا خرف كل واحد ايه لعب الارقام زي ما هو حايز طب نلاحظ كده الارقام ده هل فيها رقم بيطابق او على اقل قريب جدا من القيمة الفعلية الـ 33 ولا واحد فيهم قريب واحد قال لي 46 بعيدة خالص ودي بعيدة كمان ودي بعيدة تحت جدا ودي ايه بعيدة يبقى ده مش accurate مش accuracy طب هل القيم ده قريبهم بعضها يعني بتدور حوالين بعضها فرق بينهم واحد فوق تحت كده لا طبعا يبقى اذا accuracy لا هي accurate ولا هي precision precision لا كان فيه طالبة سألتني وقالت لي احنا هنستفيد ايه من accuracy and precision مرحبا سؤال حلو احنا نستفيد ايه بابلاك ويقا نستفيد فيها في measurements في المقييس احنا بعيدا عن اي science يبعيدا عن chemistry سواء بقى في chemistry او physics او math احنا بناخد مقييس يعني بنوزن بنئيس بالسنتيمتر بناخد اهسات معينة الاهسات ده ممكن او الموازين ده ممكن تبقى مع الاكتش والفاليو تبقى قريبة جدا جدا مع القيمة الفعلية وممكن تبقى بعيدة عن القيمة الفعلية ففي الحالة ديت لابد ان اعرف هل هي accurate ولا precise هل هي قيمة قريبة من الاكتش والفاليو القيمة الفعلية ولا قيم قريبة من بعضها بس بعيدة عن القيمة الفعلية تعالوا شو بقى الاكتش والبرسيجن بطريقة الجراف نرجع تاني لجسم my age فاكرين لما الرجل كان عمره ثلاثين سنة كم سنة؟ أو ثلاثين سنة في المثال لو عندي جسم my age والرجل دعم له ثلاثين سنة جبت خمس اشخاص وكل واحد قال لي عمر الرجل هنجخمن لعمره واحد قال لي الرقم الاولين 30 والتاني 31 والتاني 29 و28 تعال ان مثلهم بطريقة الجراف اللي هو فاكرين لوحة التنشين اللي واحد بيمسك كده ساهم كده ويقعد يجيب حد ما يقصيب الهدف في النص احنا هممثلها بطريقة الجراف ده تعالوا نرسم لايه؟ الأركام ده هات على الجراف النقطة الاولية الرجل اللي أصب يعمسك الساهم كده وقام ايه؟ جاي في المنتصف كده وجاب للقيمة دي اللي هي أوليكم مثلا مثلا 31 والقيمة التانية أصب المكان ده والقيمة التالتة هنا والقيمة الرابعة هنا والقيمة الخامسة هنا دل خمس قيم اللي هم دول القيم ديت عبارة عن ايه؟ طبعا أصبت قريب جدا من الهدف يعني الـ close مع ايه؟ مع الثيرتي اللي هو الـ target عندي يبقى ده ايه؟ accurate طيب هل القيم دي قريبا من بعضها على الجراف؟ فعلا هي قريبا جدا من بعضها اهي قريبا من الثيرتي يبقى ده عبارة عن ايه؟ precise يبقى ايه؟ ده accurate yes precise yes تعال نشوف ايه ايه بطريق الجراف نفس الرجل اللي عمره 30 سنة جبنا اربع اشخاص وكل واحد قال لي القيمة اللي عندي دي تعال مثل الارقام ده هات على الجراف ايه ده وحد الهدف وحطيت الاربع ارقام عندي الاربع ارقام طبعا هم ايه؟ بعاد عن القيمة الفعلية اللي هالي actual value اللي هو 55 55 53 54 كلهم في المنطقة دي بعاد عن التارجت لكن قريبين من بعضهم الأربع قيم دول يبقى اذا ايه؟ accurate no مش هم مش قريبين من الـ actual value لكن هم precise صح؟ تعال ناخد واحدة تالتة كبيرة رأس الرجل ده اللي هو عمره تلاتين سنة جبت اربع اشخاص وكل واحد فيهم قال لي عمره تعال مثل ارقام ده هات على الجراف لوحد التنشين حطينا لوحد التنشين وكل واحد حطي ذلك لو بصم الاربع ارقام هنلاقيهم بعاد عن التارجت اللي في النص الهدف اللي عندي وكمان بعاد عن بعض مش close to each other يبقى اذا ايه؟ accurate no مش هم accurate خالص ولا هم precise اضمن كده فهمنا ايه؟ accuracy and precision سواء بقى رحنا لأي science ثاني خلاص الموضوع ثابت معا هنتنقل لجزء جديد اسمه handling numbers التعامل مع الارقام واول حاجة هنشوفها scientific notation اللي هي الـ sn الـ sn هي الطريقة المختصرة اللي بكتب بيها الارقام الكبيرة جدا والصغيرة جدا الـ general form لها او الشكل اللي بكتر الـ n في 10 او 10 مرفوعة الى رقم الرقم الـ n الأولين ده اللي هو الـ capital n ده عدد او رقم ما بين 1 و 10 one and 10 والـ n الـ small ده هيتعباره عن ايه؟ بتحدد لي كم حركة عشرين عدد الحركات الى الفصل العشرين وإشارتها بالحدد لاتجاه الحركة هل هي شمال او هي ايه؟ يمين طيب تعال شوف المثال لأنا عندي مثلا المسافة بين الأرض ورم نجم طبعا مسافة جبيرة جدا مسافتها تقريبا كده اللي هو ايه؟ 25.3 او 25 اقم وعده بقى كم رقم اصدها كده بقى اده مثلا 3 وعندي كم زيرو تقريبا اده 2 وعندي كمان اده 3 اده 5 اده 8 11 هل كل مرة انا هقول المسافة بين الأرض ورم نجم هقول الكلام ده؟ لا انا هقولها بطريقة الصينتفيك ميتيشن عشان تسهل علي قراءة الرقم كمان عندي هناوات مثلا الزمن اللازم لانتقال الضوء من مكان لمكان الرقم ده ده جزء من الثاني هل انا لما احب اقول رقم زي ده اقول كل الارقم ده كلها كم صفر قبلها؟ لا انا اقوله بطريقة الصينتفيك نوتيشن بطرق المختصرة سواء انا عند رقم كبير او رقم صغير تعال ناخد اجزامبل على الصينتفيك نوتيشن ومثالنا اللي كان فات المسافة بين الأرض وقرب نجم لما قلنا انه هو رقم كبير جدا انا حاجز احول الرقم ده الى اس ان نمع اللي هو الصينتفيك نوتيشن طبعا بالميل تعال نكتب الرقم تحت ماهو نفس stunning نحن نحرك الثاني هي ده ساتح لção واص este التصوير 全 ممجلا رقم تعال نحرك كم من الثاني ادوان نحرك الديس 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 يبقى إذن حرقناها كم واحدة 13 spots يبقى هي القصة اللي فوق الرقم كام 13 يبقى إذن الرقم عند الله كم حركة حرقنا 13 spots اللي هو عبارة 13 حرك وتأخذ إشارة positive A لأنه حرقنا من اليمين إلى اليسار يبقى إذن كام الرقم يبقى كم الرقم 2.53 في 10 raise to cam positive 13 مرفوعة إلى قصة 13 نقفض أخرى مثالنا الثاني اللي كنا قلنا عليه اللي هو الزمن اللازم عشان تنقل الضوء من مكان لتاني كان الرقم ده جزء من الثاني عايز أحوله إلى scientific notation تعال نكتبه تحت مع بعض هذا الرقم هنعمل إيه؟ هنحرك العلامة اللي هي decimal من اليسار إلى اليمين ونبدأ نعد مع بعض لحد ما نصل للمكان ده تعال نحط مع بعض هنعمل إيه وإيه ونقف يبقى كامل القصة عندي يبقى تمانية يبقى الرقم اللي هتحطه في فوقه كامل حرقنا من الشمال لليمين معنى انه هو بالسالب يبقى 2.03 في كام 2.03 في عشر قص ناقص 8 ساكن نحن لسه في scientific notation كنا قلنا ايه؟ لو عندك دسمال كده هو او علامة عشرية اذا حركنا العلامة العشرية لليمين ينقص من القص يبقى بأيه؟ بالسالب او ينقص القص لو حركنا العلامة العشرية لليسار يزيد من القص كنا قلنا الكلام ده من شوية؟ تعالوا نشوف مثال عندي هذا العلامة العشرية اللي هي الدسم انا عايز دلوقتي ايه؟ اكتب في scientific notation هحرك العلامة العشرية قد ايه؟ حرك العلامة العشرية 9 سبوتس 9 علامات عشان اوصل لأول رقم صحيح يبقى نحرك هنا 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ونقف هنا اذا حركتها اليسار اتوقع على طول ان هو ايه؟ هيزيد من القص يبقى اذا الرقم يبقى اكيد على 3.749 في 10 قص زائد 9 صح؟ ده بقى اكيد المعلومة اللي فوق تعالوا ناخد اكزامبل تاني بيقول لي الرقم ده عايزة حوله الى scientific notation احنا هنعمل ايه؟ هنحرك العلامة العشرية الفين لليمين هنحركها كم واحدة؟ ها؟ واحد بيقول لي نحركها سبعة لا احنا نوصل للي بالنا هنوصل لأول رقم صحيح احنا هنحركها هذا العلامة العشرية هنبدأ نحرك 1 2 3 4 5 هنقفل يبقى اذا نحركنا العلامة العشرية لحد فين؟ اول رقم صحيح طبعا مش زيله تعالوا نكتبها مع بعض بس قبل نكتبها نتوقع طبعا ان هو يحصل ايه؟ طالما خرقتها لليمين يبقى هين قص من القص؟ يبقى كده يبقى الرقم بعد ما حركته سيظهر للرقم سنقوم بعمل كده 5.269 في كام 10 مرفوع القص نائس كام 5 تعالوا نشوف امثلة سريعة كده على scientific notation والاسئلة اللي ممكن تجيلي في الامتحان بيقول لي convert the following numbers to scientific notation اول رقم من الدهوني بيقول لي يحوذي الرقم ده الى scientific notation تعالوا نشوف مع بعض الدسم هل فين؟ يبقى نحركها فين؟ ناحية الشمال هلمسى 1 2 يبقى كام 10 قص كام 2 صح يبقى كام الرقم ده 5.3 2673 في كام 10 قص 2 طيب الرقم الثاني هذا الرقم يبقى كام يبقى كام علامة واحدة ونقف هنا الرقم يبقى كام يبقى كام يبقى كام لا تكتب لا تكتب لا تكتب تعالوا الواحدة ثانية تعالوا شوفها الرقم ده يقول لي حول الرقم ده الى scientific notation هنحرك فين؟ هنحرك المرضي لليمين هنحرك الـ هذا الدسمال هذا 1 2 وهنقف يبقى كام الـ كام 2 يبقى كام الرقم 4.636 في كام 10 ريس 2 يبقى هنا مرفوعة الى أس هنا تعالوا شوف الرقم ده الرقم ده هنحرك من من الشمال اليمي هنحرك مع بعض هذا 1 2 3 4 5 6 ونقف هن يبقى كام 1.27 في كام سبوتس عندنا؟ ولا ما عندناش؟ مفروض تبقى كده؟ يبقى كام يبقى كام تعالوا نحول الرقم الثاني بقول لي حول الرقم ده ايه scientific notation هنحول ها ها قولوا معايا سامعكم؟ حركة علامة واحدة عشان نوصل الى رقم صحيح بس يبقى نحولها الهن يبقى ازن الرقم كام؟ الرقم ده 3.21 في كام؟ عشرة اوص ناقص واحد لانه قولنا ايه؟ اذا كان عندي negative 1 تتكتب لكن positive 1 لا تتكتب احنا من شوية اخدنا scientific notation لو عندي رقم واحد لكن لو عندي addition and subtraction حالات جمع وطرحة هاعمل ايه؟ فحالات الجمع وطرحة لابد ان انا اوحد القسس اوحد القسس ازاي؟ تعالوا نشوف الإجزامبل له هيوريني ازاي اوحد القسس الاجزامبل الاولين بيقول لي اجمع لي الرقم ده على الرقم ده والقس عندي بتوحد يعني عشرة اوص ثلاثة وهنا كمان عشرة اوص ثلاثة هنعمل ايه؟ بسيطة العملية هنجمع الرقم ده مع الرقم ده مضروف في عشرة اوص ثلاثة يبقى عندي 3.5 6.2 يطلع لي كام 9.7 في عشرة اوص ثلاثة سهلة ديجت طيب نتنقل لوحدة تانية الرقم الثاني عملية جمع بس القسس ليس مثل بعضها هنا القسس 5 وهنا القسس 4 هنعمل ايه؟ هنوحد القسس يقم 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 نحاول القسس نحرك العلامة العشرية نحية ميم الشمال تعال نحرك هنا واحدة ونقف نزود اذا حركنا هنا علامة واحدة يبقى هنا هتزيد يبقى كام فايل اكتب بقى الرقم عندي الاولى نزامة هو والرقم الثاني يبقى كده اللي هو 0.36 في كام عشرة قس خمسة ليسوي كام مجموعة لتنين 4.48 في 10 رسدو 5 طيب تعال نشوف اكزامبل تاني الاكزامبل التاني الاكزامبل التاني عندي لسابتراكشن عملية طرحة واللي تلاحن الرقم ده من الرقم ده هنوحد الاسس زي ما احنا قلنا هنعمل ايه تعالوا نجرب نوحد الاسس ده هنوصل 3 ديجات الى 4 هنعمل ايه هنحرك العلامة العشرية هنحركها ده ونسبت واحدة ونزود هنا 3 بقى كام 4 عشان نوحد الاسس نكتبها بقى ثاني بقى كده الرقم الاول لازمه ما فيش اي تغيير ناقص الرقم ده يبقى 0.18 في 10 راستو 4 مرفوع على كان قصة 4 تعال نطلح الرقم ده من الرقم ده يبقى يطلع لكان 5.08 في 10 قصة 4 طيب تعالوا نشوف الاكزامبل ده بقول لي اعمل لي سابتراكشن من الرقم ده من الرقم ده هنا نقص ثري من الرقم هنا ثم 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 نقص ثم سهزر ثم ثم نجرب ثم 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 أنا أحركها هنا يبقى أنا زودت واحد هنعمل إيه بقى هنا قولوا لي أنا سام واحد بيقول لي إيه هتبقى مينس فايف بقول له مينس فايف إزاي إحنا بنزيد إحنا بنزيد إيه لفوق ولا بنزيد لتحت يعني مين الأكبر هل المينس فايف أكبر ولا المينس ثري نخلي بالنا من النقطة دي إحنا لما نزيد معناها هتبقى نيجاتيف ثري يبقى بالسالب صح وده ينزل سالب عن يبقى يعني النيجاتيف فاور دي هتبقى كام ثري عشان نوحد يبقى زدكاته كده الرقم وكام مينس كام 0.3 1 في عشرة قص كام نيجاتيف ثري اللي هو سالب ثلاثة نطرح بقى من بعضه ويطرح لي إيه في عشرة قص ناقص ثلاثة ده بالنسبة إيه لتوحيد الأصص في الجامعة والطرح تعالوا نشوف حالات الضرب والإسمة بنعمل فهي الملتبليكيشن بقوليني في حالات الضرب بنجمع الأسس والإسمة هنطرح الأسس تعالوا نشوف أحسن بالإجزامبل لو عندي مثلا رقمين زي دول 2 في 10 3 عايز أضربها في 4 و 2 من 10 في 10 أس كام 4 هنعمل إيه نحن نضرب الرقمين دول في بعض ونعمل نجمع الأسس عندي اللي هو فوق دول يعني الرقم هيطلع في الآخر كام 8.4 في كام 10 أس كام 7 طيب تعالوا نشوف الرقمين دول كمان عندي 5.2 في 10 ريز negative 6 في 10 أس سنة 6 مضروبة 4.7 في 10 أس كام 4 هنعمل إيه نفس العمل هنضرب الرقمين دول في بعض ونجمع الأسين اللي فوق عند دول يعني المفروضة تطلع كده 24.44 في 10 أس كام negative 2 وعشان نحولها إلى scientific notation نعدل الرقم الأس دي يبقى عندي 2.44 إلى كام في 10 أس كام negative 1 طيب تعالوا نشوف أمثلة على الإسم عند رقمين زي دولة 8.4 8.4 8.4 10 في 10 أس كام 7 مقسومة على 2.4 10 أس ناقص 6 بنعمل إيه بنطرح الأسس هنطرح الأسس ده بالأس ده يبقى إذن لو أسمنا رقمين وطرحنا الأسس يبقى كام 3.5 في كام 10 أس 13 تعالوا نشوف كمان مثال ماشي مع بعضنا لأ نركز مع بعض ما حدوش نروح لأ هنا ولا هنا 7.3 في كام 10 أس 6 على 5 واثنين من 10 في كام 10 أس 8 10 أس 8 نفس العملية بالظبط هنطرح الأسس يبقى هنا وقت 6 minus 8 ده الأس ندور ونقسم الرقم هندور على بعض يبقى كده المفروض يبقى 1.4 في كام فى 10 أس كام ناقص 2 فيبنى عملية Multiplication with division نكمل